اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذا العرض الاخباري المفصل والمباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون وكما عودناكم هذه ابرز عنواني هذه الليلة تساقطات المطرية مهمتها طلت خلال الايام الماضية بالطنطان انعشرت امال ممتهن الانشطة الفلاحية بالمنطقة وفي النشرة ايضا اصدال الستار على فعاليات تظاهرة الصحراوية بقصر المؤتمرات بمدينة الداخلة وفي الرياضة فريق ويداد اسمارا لكرة اليد يحقق فوزا ثمينا في مباراته امام فريق اتحاد واصر اهلا بكم بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى فخامة السيد حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني واعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن احر التهاني واصدق المتمنيات للرئيس الايراني بموفور الصحة والعافية وللشعب الايراني الشقيق بمزيد التقدم والرخاء ومما جاء في هذه البرقية كما اغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من اجل الدفع قدما بعلاقات التعاون القائمة بين بلدين بما يستجيب لتطلعات شعبين الشقيقين الى اقليم الطنطان الذي عرف في الايام الاخيرة تهاطل تساقطات مطرية مهمة انعشت امال ممتهني الانشطة الفلاحية بالمنطقة مزارع ومرب الماشية يمنون النفس بموسم فلاحي يضاهي التطلعات حفظ محضار ناعم الدودي وعبد الرحيم حاجي تساقطات مطرية مهمة تهاطلت على اقليم الطنطان في الايام الاخيرة امطار خير وبركة تحيي امال القطاع الفلاحي بالمنطقة الذي يعول اساسا على كمية التساقطات لانتعاشه مجددا بعد سنوات عجاف تساقطات مكنت من سقي مساحات مهمة من الاراضي التي يشتهر بانشطتها الفلاحية وهو ما اثلج صدور الساكنة قرار عامر الوديان حملوا وهذا التنطال يوم سايل الحمد لله هذا النواحي كاملها هي الشادة الغدير في بلاست المقار وهذا البلاست الحمد لله ومالقلاتي كيف ستوديال وياسرنا الخير الحمد لله موجود الخير اللهم لك الحمد هذه التساقطات المطرية الأخيرة ينتظر أن ينعكس أثرها بالإيجاب على أنشطة الكسابة خاصة مربي الإبل الذين استبشروا خيرا بهذه الأمطار التي ستساهم لمحالة في انتعاش المراعي ما سيكون له الواقع الجيد على تنمية قطعهم الخير موجود الحمد لله مولانا والدنيا زينة ومبرعة ولا خالق يا شمار الخير ربي حامدينك حامدين الله كل شي مزيان كل شي سارح وكل شي شبعان ولا علينا إلا الحمد والله ونشكره الكسابة فرحان وذلك شي كامل زين الحمد لله ورليم خلاص صدر وخلاص ربيع إنشاءت الكسابة إنشاءت الكسابة إنشاءت المدينة إنشاءت الساكينة كانت تنشاط هذا كامل الخير الحمد لله موجود أبونا حمدين كنتبه أنهم مولي بزازي هذه الأمطار هذه تساقطات وأمطار خير إذن يأمل ممتهن والأنشطة الفلاحية أن تسهم في انتعاشة جديدة لقطاع فلاحي ظل ولسنوات يئن تحت وطأة الجفاف الذي أثر على أنشطة المزارعين ومربي الماشية بالإقليم في موضوع آخر أسدل الستار على فعاليات تظاهرة الصحراوية بقصر المؤتمرات من خلال حفل الاختتام الذي عرف حضور وللجهة وعدة شخصيات وشهد الحفل ستويج الفائزات بالنسخة الرابعة من مسابقة الصحراوية بالإضافة لتقديم مساهمات مالية لمجموعة من الجمعيات المحلية والوطنية تفاصيل أكثر في روبرتاج أحمد هبان سيد أحمد مسيريب ونفع سباعي بكاميرا مختار خية بقصر المؤتمرات بمدينة الداخل كان ميسكو ختام النسخة الرابعة من تظاهرة الصحراوية بتوزيع الجوائز على المتواجهات خلال نسخة هذه السنة والتي عاد لقبوها لثناء فاطمة زارة الأزرق وأسماء المحاتي نحن فرحاني بزافة تسويج هذا خصوصا لأن تسويج هذا القيمة ديالوغة تعود لجمعية اللي حنا كنا نمثلوها الجمعية اللي كدف على الأمهات العازيبات في المغرب ولأن تظاهرة الصحراوية بالأساس مبنية على روح التضامن فقد تمكن منظم هذه النسخة من جمع تبرعات فاقت العشرين مليون سنتيم ستخصص للمساهمة في بناء قسم يعنى بالأطفال بمستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخل بالإضافة لدعم مجموعة من الجمعيات المحلية والوطنية أنا فرحانة بزاف لليومة درنا هاد الوبراشون في الداخل المستشفى وما كونش تنتظر أبدا يلا بدينا قلنا يلا غانبدا وغانوصلها لمئة ألف درهم ما كونش تنتظر غانوصل لدعم ديال مئة ألف درهم وكاني مكننا نزيده كتر غير عطينا واحد الوقت محدد وكون زعماء ودابة كل عام لما ما كسون غادي الدار كل مرة مع جمعية ولا مع جمعية المحتاجة ولا أينستيطوشون بالنسبة لي نحن دائما نبحث عن الشراكات للرفع من المستوى الخدمات ونحن نحبذ هذه الفكرة ديال المساهمة الصحراوية في المساهمة في تجهيز هذا المشروع هذا بأسرة ونلاحظ بأن زيادة على أن الصحراوية تقوم بأنشطة رياضية فهي تساهم في التنمية بالجهة وبالرفع من القطاع الجمعي الذي هو السحر إذن تظاهرة الصحراوية في نسختها الرابعة أوفت بكامل وعودها في انتظار النسخة الخامسة على أرض مدينة الداخلة إلى مدينة العيون حيث نظم الفرع الجهوي لجمعية الرعاية الصحية والأعمال الإجتماعية المغرب إيطاليا ندوة تحسيسية حول دور ممارسة الرياضة والتغذية والحمية لأجل صحة سليمة الندوة أطرتها دكتورة مختصة في التغذية في المتابعة محمد لمين القارح وعبد الله المحمودي ندوة تحسيسية حول التغذية الصحية والحمية إلى جانب الرياضة من أجل صحة سليمة محور من ضمن محاور الندوة التي ركزت على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وذلك لضمان صحة سليمة الندوة نقش خلالها الحاضرون أيضا كيفية الحفاظ على صحة جيدة بناء على اتباع حمية غذائية فعالة أشكر جميع الجهات المعنية بما يخص خاصة المتدخلين والشركاء اللي يشتغلوا معنا على هذا العمل الاجتماعي أي رعاية الصحية تخص العيون إن شاء الله والجهات المتدخلة كاملة اللي يعنيها صالح ساكنة اجتماعية اليوم شاركت في هذه الندوة تحسيسية مع الجمعية يعني اللي طرقنا فيها الموضوع اللي هو مهم حول التغذية الصحية والرياضة والحمية من أجل أن يكون عندنا من أجل صحة سليمة يعني تسامبلوما وهدرت على تكلمت على التغذية المكونات ديلها النوعية دي الغذائية الغذاء الصحة تكلمت على مجموعة الغذائية وكذلك طرقة الرياضة أهمية ديلها كيفاش أننا نمرسوا الرياضة بشكل سليم الندوة التحسيسية تم خلالها توزيع مجموعة من الشواهد على المشاركين والمؤقرين كعرفان بجهودهم في الحقل الاجتماعي ودعم العمل الجمعوي الهادف رياضيا حقق وداد سمارا لكرة اليد فوزا ثمينا في مباراته أمام فريق اتحاد واصر وذلك بتصدر صبورة الترتيب من جديد ويكرس زعمته حتى هذه الدورة في مباراة قادها الإطار المشرف على مدرسة الوداد بدل المدرب تونسي محمد المسعدي الذي غادر كتيبة الوداد مزيدا من التفاصيل مع عمر ميارة ومبارك الباز بظهور لم يألف جمهور ودادة سمارا لكرة اليد دخل الفريق هذه المرة بدون وجه اعتاده الجميع على ذكات الاحتياطة ومنها قيادة الفريق نحو الفوز تل والآخرة المدرب التونسي محمد المسعدي غادر ودادة سمارا بشكل ودي بينه وبين المكتب المسير الذي يعزي القرار هذا للضائقة المالية التي يعيشها الوداد في الآونة الأخرة ودعا إذن محمد المسعدي فريقا حقق معه الألقاب والكؤوس والبطولات ليتقلد المهم المدير التقني لمدرسة الفريق ويقود أولى المباريات محققا نتيجة الفوز أمام غريم ليس بالسهل فريق اتحادا واصر المنتشي بفوز مهم أمام المتزعم رجاء قدير ويضع منافسه هذه الدورة في الزعامة بعد أن توضع أمامه بالقاع المغطاة بالصمارا في مباراة كانت فرصة للمدرب الجديد لإقحام عناصر شابة من أبناء المدرسة والتي أكدت جاهزيتها لحمل قميس الفريق بعد أن أنهى اللاعب الجديد فصول المباراة بهدف أخير بلمسة شابة تنبئ بأن أبناء المدرسة قادمون أهنئ اللاعبين الذين قدموا مقابلة جيدة ولو أننا لم يكن لدينا الكثير من الوقت كان أسبوع فقط الأهم هو الإعداد النفسي وتهيئا اللاعبين للفوز بهذه المباراة المهمة أعتقد أن المقابلات القادمة مع التدريب والأسلوب الجديد سنحقق نتائج إيجابية أيضا سنقوم بإمكاني أيضا نتصارنا اليوم وجاش من الفارق يعني كلما يعرفنا اللاعب البطولة نتصارنا اليوم على فارق النواسر يعني صارحة فارق النواسر هو فارق كبير يعني الحمد لله كان تركيزنا أكثر كانت نيهني كان الهمنا هو ثلاثة نيقات كان نكونكولا الاحترام والتقدير للمدرب السابق اللي كان معنا نتمنى له توفيق في مسيرت والرياضية وشكرا على الجمهور لليوم اللي حج بالقاعة مع الأسلوب الربطريس مكانش تلمن فوز المهم يضع ويداد الصمارة في مقدمة الترتيب في مرحلة يرى القائمة على تسير الفريق وأنها تستدعي تظافر الجهود والالتفاف نحو فريق لطالما كان رقما صعب التجاوز وضرورة إعادة قاطرته للسكة الطبيعية سكة التألق وحصد الألقاب نتوقف اللحظة مع جديد صحف الوطن يصادر يوم غد في قراءة لغالي القارحية وانا على هذا العطب التقني الخارج عن إرادتنا فالرجوع إلى هذه الصفحة الخاصة بالصحف صادر يوم غد في قراءة للزميل غالي القارحي نسعل قراءتنا لجديد الصحف من يومية المساء وكتبت في عددها الصادر يوم غدنا الاثنين أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالي لسنة 2018 قد أقر الإعفاء من آداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016 وتشترط إدارة الجمارك أداء الرسوم والمكوس المستحقة تلقائيا أو رضائيا خلال الفترة ممتدة من فاتح يناير سنة 2018 إلى غاية 31 دجمبر منها وكذا استحقاق الرسوم والمكوس الجمركية قبل فاتح يناير 2016 ويستثنى من الاستفادة من الإعفاء جميع الجنح والمخالفات الجمركية التي لا يترتب عنها بصفة أصلية أداء رسوم ومكوس جمركية ويكون معاقبا عليها بالإضافة إلى الغرامة بعقوبة سالبة للحرية ومن جملة هذه الجنح والمخالفات تلك المرتبطة بالمخدرات أو الجنح المشابهة أو المعاقب عليها فقط بغرامات مالية جسافية صحيفة برلمان كوم الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية اعتبر خالد الشرقاوي الساموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الدورة العادية الثلاثون لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي رسالة إنسانية وتاريخية الساموني أبرز في تصريح لبرلمان كوم أن إنسانية الرسالة الموجهة في الدورة التي جرت أشغالها بأديسة بابا خلال الفترة الممتدة ما بين 22 إلى 29 يناير تتجلى في اقتراح إحداث مرصد إفريقي للهجرة واستعداد المغرب لاحتضانه مشيرا إلى أن المرصد سيعهد إليه تطوير عملية الرصد وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين يومية الأخبار كتبت في عددها الصادر يوم غدن الاثنين سجل معدل إحداث المقاولات بجهة قليم وادنون ارتفاعا استثنائيا خلال سنة 2017 بلغ 60% بتأسيس 296 مقاولة مقابل 185 مقاولة خلال سنة 2016 أي بإحداث 111 مقاولة جديدة ووصف المركز الجهوي للاستثمار بجليم وادنون في تقرير له هذا الارتفاع في إحداث المقاولات بالتاريخي والاستثنائي مشيرا إلى أنه للعام الثالث على التوالي تسجل الجهة ارتفاعا في إحداث مقاولات وعز التقرير هذا الملحى التصاعدية في إحداث المقاولات بالجهة بالدرجة الأولى إلى خدمات القرب المقدمة لمنشئ المقاولات والحركية الاقتصادية التي خلقتها مختلف برامج التنمية التي تم إطلاقها في الجهة ولسيما تفعيل العقد البرنامج للتنمية المندمجة لجهة قليم وادنون انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد ملعينين مغيزلات عن سن تناهز خمس وستين سنة الفقيد ينتمي لقابلة ترقيبات أولاد الشيخ الفقيد اشتغل قيد حياته كاتبا عاما ملحقا بإقليم أو سرد وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة منتفاراج ولد العبد عن سن يناهز مئة وعشر سنوات الفقيد تنتمي لقابلة تسى أهل بجمعة ومسعود تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون أما الآن فالورقة الخاصة بأحوال الطقس ليوم غد بحول الله خلال الأربع وعشرين الساعة القادمة سن الواحدة هبوب رياح معتدلة معتدلة القوى للأقاليم الجنوبية مقاييس درجات الحرارة سنستهلها من العاصمة الرباط ومن المتوقع أن تسجل ثمانية عشر درجة سيدي إفني ثمانية عشر ثلاثين وعشرون بقليمين أسا والزاق أربعين وعشرين بطنطان سمارة وبكراع عشرون بطرفايا ثلاثين وعشرين بالعيون واثنان وعشرون ببجدور واحد وعشرون بقلت الزمور أربعين وعشرون بأمد ريكا وأوسر والقويرة والداخلة خمسة عشر بالنسبة لحالة البحر على طول السواحل الجنوبية سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين الضرفايا والداخلة شرق الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على الساعة السابعة وست وثلاثين دقيقة أما الغروف على الساعة السادسة وثمانين وثلاثين دقيقة بحوظ الله مقاييس درجات الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا نستهلها من تندوف واحد وعشرون وتسعة عشر بالرابوني ثلاث وعشرون بالزويرات عشرون بتودني وبامكو اثنان وثلاثون ثلاثون بكيهيتي وثمان وعشرون بنواكشوت ونواذبو التذكير بالعنوين تساقطات مطرية مهمة تهاطلت خلال الأيام الماضية بالطنطان أنعشت أمال ممتهن الأنشطة الفلاحية بالمنطقة وفي النشرة أيضا نيسدال الستار على فعالية التظاهرة الصحراوية بقصر المؤتمرات بمدينة الداخلة وتابعنا ضمن هذه النشرة المباشرة للليلة في الرياضة فريق وداد سمارا لكرة اليد يحقق فوزا ثمينا في مباراته أمام فريق اتحاد نواصر شكرا لكم مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة